أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البجنة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البجنة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البجنة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البجنة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قيّمة فيها كتب قيّمة فيها كتب قيّمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البجنة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البجنة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البجنة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القجمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القجمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القجمة إن الذين كفروا من أهل القتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل القتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل القتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها ودحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيكين منفكين حتى تأتيهم البجنة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قجمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البجنة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القجمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ومخالدين فيها أولئك هم شر البرجة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرجة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ترجمة نانسي قنقر